في عناوين النشرة الجيش يستعيد طرابلس يضرب في عكار يدهم في صيدة ويشيع شهداء خالد حبلس حكاية أمير هارب غير عريق وليس عنده خبرة بالجانب السياسي سلام يدعو من برلين إلى إقامة منطقة آمنة في سوريا عون يجول في بيروت التمديد حتمي انتخابات خلاص ما في انتخابات ثلاثين مبنائين ما نمدد للمجلس في الخاص تجربة مخطوف سابق وراء الكاميرا ما حدا بيعرف شو فيه فما حدا يلوم له الجماعة انتلاق البشمرقة إلى عين العرب وداعش ينتقم بذبح أيقونة المقاومة الكردية موسيقى 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 مساء الخير ملاحقات في عكار بهم في صيدة هدوء في طرابلس مع تأكيد مصدر عسكري للجديد أن أي تسوية لم تبرم مع المؤسسة العسكرية وأن حل الاستقرار في المدينة حققتها دماء الشهداء والمصدر حث مدعي التسوية على أن يكاشف الرأي العام بما لديه فالجيش طلق عروضا منذ اليوم الأول ورفضها مؤكدا لا خيار للمسلحين سوى الاستسلام أو الموت فكان أن لجأ بعضهم إلى الهرب مستظلا نزوح الناس وسأل المصدر لمصلحة من يراد تحجيم دور الجيش وانتصاره بعدما فكك كابوس الإمارة التسويات نفاها أيضا الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الدفاع سمير مقبل فيما تخوف العماد ميشيل عون من خلايا نائمة وتحدث النائب سليمان فرنجي عن مراهنة التكفيريين على إقامة إمارة في طرابلس وعكار تمتد إلى حمصة والموصل لكنه قال إن هذا المشروع سيبقى حلما وضرب الود من زغرته إلى الرياض موطئ قدم الرئيس سعد الحريري عندما قال فرنجي إن رهانه اليوم على الوعي والاعتدال في مواقف الحريري التي تشبه مواقف والده الشهيد في أحداث الظنية فرنجي قدم أول تبرع مسيحيا بدم التمديد ولم يختبئ وراء المزايدة وقال أنا سأشارك مع آخرين من المسيحيين بما يمنح الميثاقية المطلوبة غير أن المكاشفة عند فرنجي تختلف عن موقف زعيم التيار الوطني الحر الذي جال اليوم على رئيس نبيه بري وزار دار الفتوى وربما استحصل في المكانين على فتوى سياسية يتجنب فيها حرج التمديد الخط البياني أصبح واضحا لجهة التمديد وهو ينتظر تحديد موعد الجلسة التي ستعقب جلسة الانتخاب يوم غد وفيها يتكرر المشهد الهزلي حضور قليل تصرحات كثيرة وأسد في معراب يحتكر ترشيح قوى الرابع عشر من أذار ويجلس على شاشات التلفز مؤتمرا منتقدا التعطيل الذي يشكل هو إحدى أبرز ركائزه أربع عشرة جلسة بأربع عشرة تجربة ترشيح ولم يقتنع سمير جعجع أنه يسقط سقوط الإمارة في الشمال وأن عليه الهربة وترك المسرح لآخرين ليختبروا ترشيحهم والمسؤولية لا تقع عليه فحسب وإنما على من يتمسك به مرشحا منذ أول الفراغ إلى اليوم ويستعمله للتعطيل فالقضية لا تكلف الرئيس سعد الحريري سوى عبارة واحدة شكرا لمساعيكم لكن الحريري راقته الفكرة ليضرب بها الخصوم فهو الباعث على الركود الرئاسي ومسبب الفراغ ولا أحد سواه لأنه يتمسك بمن لا رجاء منه زعيم ديار المستقبل يريد انتخاب رئيس للجمهورية ويتمسك بجعجع يدعم الجيش ويحصن من يعتدي عليه وإن لفظيا وهي الحال مع منحه اليوم غطاء سياسيا للنائب خالد الظاهر واستنكار كتلة المستقبل التعرض لحصانة منزله فكيف بحصانته النيابية؟ إذن وزير التربية أعلن إعادة فتح المدارس في طرابلس والمينيا وعكار ابتداء من الغد والمدينة تستعيد أنفاسها بعد انتهاء المعارك تقرير رامز القاضي وفي اليوم الثاني لنهاية معارك طرابلس التي خاضها الجيش بدت الشوارع التي دارت فيها المعارك تلم لمعوضاعها لتعود إليها الحياة تدريجيا فشوارع الأحياء القديمة عادت تعجب الناس فيما شوارع التباني لتزال أشبه بمنطقة عسكرية حيث الجيش لا يزال داخلها يثبت مواقعه ويزيل الأجسام العسكرية تمهيدا لعودة الأهالي إليها أنا بتوجه الوزير الديهرية أنه ينفذ الخطة الأمنية مثل ما نفذ الخطة الأمنية عنها وأتمنى أنه يكون كمان الخطة الأمنية نفذوها بالأرض مدينة سترابلس والأخذ سباب التبانية وتنفذ بجميع المناطق منا بالضحي والبقاء والجنوب ما يكون في خطة أمنية بس عندنا بباب التبانية الوضع أنه نحن في تورا دفعناها تمن غالي جدا ترابلس أهالي التباني والجيش اللبناني دفع في تورا وهي دي تمثيلية ومسرحية أطالها تمام سلام والوزير المشنوع الجيش أكلت مصادره ما جاء في بيانات مديرية التوجيه نحن غير معنيين بأي حديث عن تسويات معلنة أن الجيش نفذ عدد من المدهمات بحثا عن المسلحين هؤلاء فروا بطريقة تركت علامات استفهام كثيرة حول الجهة التي سهلت لهم ذلك ما نحكى بخروج المسلحين نحكى أنه وقف اطلاق النار ودخول الجيش اللبناني لأنه داخل على منطقة لبنانية ما في حاجة لمعركة حتى يدخل دخل الجيش اللبناني وبدأ التفتيش عن الأشخاص الذين مطلوبين هلأ الأشخاص جزء منهم المسك على الحواجز متواري هل فل داخل ترابلوس خارج ترابلوس لا أحد عنده معلومات عن هذا الموضوع الأخبار المتداولة عن الجهة التي فر إليها هؤلاء تنقسم بين من يقول أن جزءا منهم لجأ إلى جرور الضني فيما يقول البعض الآخر أنهم تواروا عن الأنظار داخل المدينة لكن الأكيد أن الجيش داخل إلى التباني للمرة الأولى منذ عام 2005 ولن يغادرها من ترابلوس رامز القاضي قناة الجديد في صيدة دهمت قوة من الجيش مجمع النازحين السوريين في وادي عبرة وعملت على تفتيشه والتطقيق في أوراق قاطنيه وسير دوريات قامت بمسح شامل في منطقة شرحبيل من حسنة ودققت في هويات عدد من السوريين المتواجدين فيها كما توسع الجيش بعمليات الدهم في منطقة سيروب بحثا عن عدد من المشتبه في تدخلهم بأحداث صيدة وينتمون إلى مجموعات إرهابية كما دهمت استخبارات الجيش منزلا يعود إلى الشيخ عثمان حاء أحد مناصري الفار أحمد الأسير في منطقة سيروب في ضاحية صيدة شرقية وقامت بتفتيش حديقة المنزل بعد ورود معلومات عن وجود أسلحة ودخائر متفونة في أرض الحديقة في منطقة عكار تابع الجيش اللبناني إجراءاته الأمنية التي بدأها بملاحقة مجموعة الشيخ خالد حبلص وأوقف عددا من المسلحين والمشتبه في انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية في عمليات دهم في البيري وخرب الدوود ومشط كذلك المنطقة ونفذ حملة دهم واسعة في بلدة بحنين والمحمرة في محاذاة نهر البارد وفي البيري وفي عدد من مناطق الدريب ونفذت طائرة استطلاع تابعة لسلاح الجو في الجيش اللبناني طلعات في أجواء فضاء المنية الضمية شهداني من المؤسسة العسكرية النقيب جهاد الهبر والملازم نديم سمعان عادا إلى مسقط الرأس ملفوفا بالعلم اللبناني عاد النقيب في الجيش اللبناني جهاد نبيه الهبر عريصا مكللا بالغار إلى مسقط رأسه منصورية بحمدون بعد استشهاده على مذبح الوطن في اشتباكات طرابلس الأخيرة ليغفو بسلام إلى جانب والده نبيه فعلى وقع عزف موسيقى الموت والنشيد الوطني اللبناني دخل جثمان جهاد يتقدمه حمالة الأوسمة والأكاليل فاستقبلته والدته وشقيقاه وشقيقته الوحيدة التي كانت تحمل ثيابه وتشتم رائحته فيها كذلك احتشد أهل بلدته والمنطقة في ساحة كنيسة ماريلياس الأرتودوكسية وكثير منهم قدم من بلدات بحمدون وعلي وبخشتي وعين الجديد لوداعه نرد نفس عبدك الشهيد جهاد المنتقل عنه في مساكن القديسي وأرحى في أحضان إبراهيم الموكب المهيب دخل الكنيسة فاحتضن ماريلياس شفيع البلدة جثمان العريس الشهيد وسط نواح الأهل والأقرباء فيما أمسكت أخته قبعته العسكرية طوال مراسم القداس والجناز وكأنها تمسك يد أخيها وألقى ممثل عن قائد الجيش وأحد أفراد العائلة كلمة تأبنية بالشهيد جهاد الهبر حيث تكون الأخطار تكون التضحيات وكونوا على ثقة بأن ضريبة الدم الباهدة التي كدمها الجيش تبقى أقل بكثير من الزمن الذي كان سيدفع لبنان واللبنانيون بأسرهم على تنوع طواقفهم ومناطقهم شو بدي أقول عن أمك هي نطرتك من مبارح على أساس بتجي بإجازتك تطلع على بلكون البيت بتقول تأخر جهاد لم يصل شو قصته تبرم البيت عم تدور عليك تطلع مرة تانية بتشوف الشراية البيضة وعم تقول عم تزينوا العرس جهاد وهي لم تصدق بأنك لن تأتي ثم تحكي حلما شاهدت فيه والدك ليقول لها انتبهي لجهاد مراسم وداع الملازم الشهيد نديم جورج سمعان كانت أشبه بعرس اختلطت فيه أصوات الرصاص والمفرقعات النارية بأجراس كنيسة مارفوق في كفتون الكورانية الوالدة المفجوعة نزلت لاستقبال ابنها عند ساحة الضيعة زفته بقرع الطبول وراحت تعانق كل رفيق من رفاق ابنها يلبس البزدة المرقة لكونها تشاهد في عيني كل عسكري نديم فرحة أم نديم بابنها الملازم لم تدأم طويلاً فهي التي كانت قبل أعوام مضت تهز مهده ليخفو شاركة اليوم في رفع عشه وبعد مراسم القداس والجناز لراحة نفسه تحولت مدافن بلدة كفتون إلى ثكنة عسكرية الأم تعود لتدور على كل عسكري تحدثه عن ابنها وتشكو إليه ألمها وكما استقبل الملازم الشهيد بالتصفيق ودع بالتصفيق والبكاء وكانت مراسم الوداع والتكريم الرسمية قد أقامتها قيادة الجيش صباحاً في باحة المستشفى العسكري في بدارو للشهدين الهبر وسمعان الذين قلد أوسمة الحرب والجرحى والتقدير العسكري من الدرجة الفضية في تحقيق سابق بحثنا عن الشيخ خالد حبلوس لمعرفة ماذا يجري في معركة طرابلوس الأخيرة فمن هو حبلوس وما العلاقة التي كانت تربطه بأحمد الأسير تحقيق لي من فواز سقطت كل مسعيه وطموحاته بأن يكون على لائحة زعماء الدينيين في الطائفة السنية أو أن يكون نسخة طبق الأصل عن أحمد الأسير حتى قبل أن يزع اسمه بعيداً من حلقة مؤيده الضيقة خالد حبلوس لم يكن يوماً إلا من الشخصيات الدينية المتشددة بدأ مع الجماعة الإسلامية لينتقل لاحقاً إلى خط الجهاد السلفي فالنهج القاعدي كان أستاذاً يرقي العلوم الدينية في معهد البخاري في ودي الجاموس وخطيباً في عدد من المساجد ثم انتقل قبل سنوات إلى بلدة فحنين في المنية إماماً وخطيباً في جامع هارون الرشيد وستطع تأهيل المسجد وتوسيعه بعد تلقي الدعم من جمعيات خليجية لم يتوافق يوماً مع هيئة العلماء المسلمين في حين كان يلتق الشيخ داعي الشهال الإسلام من دون الانتماء إليه وفي اتصال هاتفي بالشهال حدثنا عن سبب سقوط الشيخ المتشدد المبتد والمستقر والمتتبع يرى ويدرك بأنه غير عريق وليس عنده خبرة بالجانب السياسي ولا التنظيم الإداري لذلك وجدناه بأنه يقوم بأنشطة وأعمال بشكل مستقل وقرار منفرد يعني أكبر الأسباب التي أوقعته فيما وصل إليه في الدنيا قبل الآخر كان لحبلص محاولات عدة ليكون أحد الأقطاب السلفية الأساسية على الساحة السنية إلا أن نجمه المتشدد لم يستع إلا هذا العام في الحوادث التالية بدأت علاقته بأحمد الأسير حين استقبله في منزله في المنية بعدما قطعوا الجميع وهذا كان اللقاء الأول لتنشأ علاقة وطيدة بينهما وليصبح بحلص المدافع الأول عن الأسير وكان يعتقد جميع مؤيدي الشيخ حبلص أنه سيكون في الصفوف القتالية الأولى للدفاع عن الأسير إلا أن ذلك لم يحدث على خلاف خطاباته مشعبيته لم تزدد إلا بعد اعتقال قادة المحاور حيث نصب نفسه المدافع الأول عن قضيتهم والناتقة باسم أهليهم ومن خلال هذه القضية فتح له مسجد باب التقوى بعد موافقة الشيخ سالم الرافعي وبدأت خطبه المتطرفة تصل إلى المصلين وتأخذ مكانا لها بين الشباب المتحمس محاولا استقطاب المقاتلين السابقين وكان يدعو إلى الانشقاغ عن الجيش اللبناني وينادي بالثورة السنية في لبنان ليصطع نجمه الإسلامي في خطبة الجمعة المتزامنة مع أحداث طريابلس الشيخ حبلص الذي لم ينجح في إقامة علاقة جيدة بالزعمات الدينية في الشمال يحسب للنائب خالد الظاهر احتضانه الأبوي له ولمختلف الشخصيات والمجموعات المتشددة ذات المزاج الصعب ويبقى أن حبلص ما انحاول السطوع حتى هوى واختفى وقد نلقاه لاحقا يبث مواقف التحددية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو العسكريين المخطفين يعيدنا بذاكرة إلى فيديو مخطف أعزاز هل ضرورات الأسر تبيح المحضورات؟ العسكريون المخطفون الحجاج المخطفون الصحفيون المخطفون صفات تعرف بأصحابها لكن حالما يقع الإنسان في الأسر تسقط عنه كل الصفات فيتحول إلى سجين لا حول له ولا قوة ولأن العصابات والميليشيات لا تحترم قانونا ولا شرعة فإن الأسير بيد الإرهابيين لا يخضع لاتفاقية معاملة الأسر دوليا وعليه يتمدى في إجرامه ليحول المخطوف إلى أسير مواقفه فبدلا من أن يتعاطف الناس معه يدينونه كان اللعب علينا من وراء الكاميرات اللي العالم ما بتشوفه العالم ما بتشوف شو اللي هم بيحصل نحنا معنا شافوا أنه هذا الأخ طلع على التلفزيون أعطت صريح آه لك مبسوطين مرتاحين أي شخص من هولي قاعدين هم بيتنظروا ويحكوا يجربوا يوم واحد أو يومين بدلوا له للشباب أنا بالنسبة لأيلي هو الشباب أنا مبلومون نحنا كان ينعاد عننا التصوير مرة واثنين وثلاثة يعني أمرار حسن حمود يكون عابس يوقفوا التصوير يقولوا له تضحك يطلبوا منه نكتة لحتى يضحك لحتى يصوره هيدا البكي أمرار الشوق والخوف يعني نحنا كرهنا حياتنا هونيك نحنا بهذه الفترة كرهنا حياتنا يعني أنا لما يمكن هربت ناسي ما كان عندي خيار إلا أمرأ من مطرح في ألغام يعني أنا صرت دعوة على الألغام لا يفجر قد تعجز متلازمة ستوك هولم عن تفسير المشاهد السوريالية التي تصور ضعف الأسير وعجزه بل واستسلامه لخوفه إلا أنه ما تبان السبب بطل العجب في فترة أسامونا عن بعض والفترة يمكن تاني يوم اللي شفت الفيلم هم نبكي كنا بعض هني افتكروا أنه نحن عدمنا ونحن افتكرناهن أنه هني عدموهن يمكن إذا نحنا لفظنا كلام هذا كان غصبا عنينا أكيد بس شو كانوا هني يزلزموكم ولا أنتوا تصيروا تقولون تصيروا تفكرو شو ممكن يكون بدونينا نقول بدون يعني يطلبوا منك أنه أي شي سوء عن مثلا السماحة للأمين العام السيد حسن طول عمره أنه بدك تحكي أبشع الكلام عنه وإذا ما بتحكي هوا الكلمات احسابك مثلا بالخيمة لما كان يجي عبد القادر صالح يحقق معي لما كان يطبح واحد وقال لي بدك تحكي فهيدا الموقف ما أحدا شايفه ليش أنا هم بقلك ورا الكاميرا ما أحدا بيعرف شو فيه فما أحدا يلومه اللي هو الجماعة أبو إبراهيم مثلا يكون قاعد على السطح نحن البيت عندنا كان نصه تحت الأراض والنص فوق الأراض يبعث التليفون مع واحد اسمه فرعون يقول مثلا خليني أنا أحكي قول لأهلك ينزلوا على السفرة يتظاهروا أسبوع نحن منفلتكن نحن عارفين أنه هم يكذب علينا بس هون نحن كنا هم نتكمش بشو بأشي عسكريا الجندي يعرف ما له وما عليه لحظة الأسر لكن الكلام شيء والتطبيق شيء آخر الجندي إذا وقع في الأسر مطلوب منه شغلتين بسيطين جدا أن يعطي اسمه الثلاثي مع رتبته ورقمه العسكري والقطعة التي ينتمي إليها هذا كل شيء يعني يمنع على العسكري إعطاء معلومات عن وظيفته يمنع على العسكري إعطاء عن المهمة التي كان موكولا يقوم بها أثناء القتال اليوم في ناس بتقول هل أنتم بلحظة التربية العسكرية إذا بنا نقول للجندي بينقلوا أنه إذا قعد بالأسر حتى لا توقع بالأسر أن تطلق رصاصة رحمة على نفسك لا لا هذا غير موجود يعني يمنع على العسكري إذية نفسه أو تسبب بإذية نفسه لأنه وقع في الأسر حالما يسقط السلاح من يد الجندي يسقط درع حمايته ويعود مدنيا أعزل وحالما يسقط السلاح من يد الخاطف يصبح إنسانا أوهن من بيت العنكبوت ننسي السبع قناة الجديد دعا رئيس الحكومة تمام سلام إلى إقامة منطقة آمنة في سوريا بإشراف دولي لاحتضان أعداد كبيرة من المتضررين من القتال فيها متحدثا عن إمكانية إقامة مخيمين في مناطق آمنة في سوريا وعند الحدود مع لبنان وقال سلام لمندبي الصحافة العربية في ألمانيا حيث يشارك في أعمال مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان ومؤتمر حول النازحين السوريين إن إقامة هذه المنطقة الآمنة يتطلب كثيرا من الإجراءات مضيفا إن هناك إمكانية إقامة مخيمين في مناطق آمنة في سوريا والحدود اللبنانية السورية ولم نلقى تأييدا من قبل الدول والمنظمات الدولية وأوضح أن الدعم المالي مازال بعيدا عن حجم الأعباء انطلاقا من الدراسة التي أجراها البنك الدولي والتي خلصت إلى خسارة لبنان ما يقارب 7 مليارات دولار وأضاف طلبنا مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار منها مليار كاهبات وملياران ضمانات من الدول للتمكن من الاقتراض ونأمل أن يؤخذ ذلك في الاعتبار رئيس تكتري تغيير والإصلاح النائب ميشيل عون في دار الفتوى وعين التيني في زيارة لدار الفتوى لتهنئة المفت الشيخ عبداللطيف دريان بمنصبه الروحي الجديد تخوف رئيس تكتري التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون من الخلايا النائمة مؤكدا ضرورة تخطي هذه المرحلة بأقل ما يمكن من ضرر وبدء مرحلة سياسية جديدة بطرابنس بأعتقد انتهت ولكن بالجوار لا بعد ما انتهت لأنه فيه خلايا نايمة معقولة تظهر من وقت لوقت تبيني الأصنيع الأحد السعيدة بالمحمرة كان فيه كمائن طبعا سبب وشهادت 12 ضابط وجمد هل مازال هناك تواصل مع الرئيس سعد الحريري؟ بالتأكيد اليوم وصلني رسالة شفاهية منه كيف هي؟ سلام وكلام والوضع مثل ما هو يعني من مضمون البياني اللي نعمل المحادثات اللي نعمل نعملها تجمل بسبب أوضاعها جديدة جديد ولكن لم تنخد ومن دار الفتوى توجه عون إلى عين التين حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بر الذي استبقاه إلى مائدة الغداء نحن عنا موقع في مبدأ المرة الماضية عرضنا التمديد ورح نظل معرضين للتمديد البقية مددوا بيكونوا من السجمين مع نفسهم ونحن نكون من السجمين مع نفسنا إذا عرضنا انتخابات خلاص ما فيه انتخابات هلأتني مضمين ما نمدد للمجلس هذا مش وارد الانتخابات والموضوع الثاني انتخابات الرئاسة متفاهمين علينا الآن ظروفه منها مؤتية وأكد عون أن لا خلافات بينه وبين بره وإذا حصلت نقاشات فهي تنتهي بتفاهم يأخذ بالاعتبار المصلحة العامة كتلة المستقبل تسجل لأهل طرابلس موقفهم الوطني والتزامهم خيار الدولة والوقوف إلى جانب الحكومة والجيش وتدعو حزب الله إلى المبادرة ومراجعة مواقفه لسيما تورطه في سوريا من دون مكابرة تؤكد أحداث مدينة طرابلس أن الجيش اللبناني حين تتأمن له التغطية السياسية والقرار المناسب قادر على حماية اللبنانيين والدفاع عنهم من دون الحاجة إلى مساندة ميليشيوية تحزر الكتلة من مخاطر التعسف سواء في استعمال القوة المفرطة أو في التوقيف العشوائي دون تمييز بين مرتكب وبريء تستنكر الكتلة التعرض لحصانة منزل النائب خالد ظاهر تحت أي حجة كانت تستنكر الكتلة أشد الاستنكار الكلام الذي صدر ليلة الأسنين عن أمين عام حزب الله سيد حسن نصر الله بحق المملكة العربية السعودية التي لطالما وقفت إلى جانب لبنان وظلت داعمة بشت الوسائل والإمكانيات لأمنه واستقلاله وسيادته واستقرار عيش أبنائه والغريب أن هذا الموقف المستهجن يأتي بعد تبرع المملكة بهبات سخية من أجل تسليح وتجهيز الجيش اللبناني ذلك يطرح السؤال عن سر توقيت هذا الهجوم وأهدافه وهما يؤكد مرة أخرى معانا حزب الله في العمل على ما يفاقم مشكلات لبنان ويزيد من حدة التأزم والتوتر وانتشار العصبيات بدل أن يسهم في التخفيف من هذه الأزمات وبالدعوة الاعتماد لغة الهدوء والتعكل أهلا بكم الجديد وزير العدل الأشرف ريفي يغرت فيستفز المستخدمين وفي المجر تظاهرة ضد فرض رسوم على الإنترنت مزيد من التفاصيل مع الزميل إبراهيم تسوئي في ترانس مساء الخير على تويتر وزير العدل الأشرف ريفي مبارح أطلق عدد من المواقف المتعلقة بالوضع بطرابلس مؤخرا وانتأت حزب الله واعتبر أنه تورت بالحرب بسوريا ووجه سلاحه للداخل ريفي كتب على تويتر أنه ما بيعير أهمية للي بيصدر عن 8 أدار وأنه ليس مستوزر وهناك من وضع فيتو على وجوده بالحكومة والمفاجأة كانت لما وزير العدل قال أنا فتت غصبا عنهم على الوزارة هذه التغريد استدعت ردود عديدة من مستخدمية تويتر واعتبر أنه هذا كلام ما بليء بوزير عدل ومفترض أن الوزير مش لا فريق معين وكان في عدد كبير من الردود على الوزير ريفي أبرزها لأسعد أبو خليل يلي كتب لك عقل بنج الأطفال أو أقل كثيرا وكتب لقاي كلامك فيه سياسة كيد وحقد وما خرجك وزارة أما رواد رزق فكتب وأنا بي أقوى من بيك وكان على تويتر أكتر هاشتاج نشاطا اليوم وينضاع شادي بإشارة لشادي المولوي والتسوي الذي أدت إلى اختفائه أما هاشتاج جيشنا دائما على حق الذي كان الأنشط يومي الأحد والتنين تراجع اليوم للمرتبة الثانية بالعاصمة المجارية تظاهر أكتر من عشر تلاف شخص مطالبين الحكومة بالتراجع عن مشروع فرض ضرائب على استخدام الإنترنت الحكومة اعتبرت الخطوة لتعزيز خزينة الدولة فيما اعتبر المواطنين حد من حقوقية المعرفة والتعبير وتظاهروا قدام مبنى وزارة الاقتصاد حاملين هواتفهم الخلوية مضاقة ورفعوا لفتات كتب عليها انترنت حرة مجار حرة واخيرا من فيسبوك صورة نشرة مدير الأنشطة الرياضية بالنادر رياضي بيروت جودة شاكر للعبي فريق كرة السلة على إلية نقل بداية بالمغرب خلال مشاركة الفريق بالبطولة العربية مع هذه الصورة منوصل لختام فقرتنا للليلة فيديو قصير يظهر الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله في إطلالة مباشرة في مجمع سيد الشهداء ومستشار فرنسي يشهر إسلامه ما سبب حملة ضده تزامنا وبدأ إحياء مراسم عشوراء أطلق الفيسبوكيون هاشتاغ لبيك وتداولوا من خلاله الصور والقصص والحكايات التاريخية المتعلقة بهذه المراسم ونشرت صفحة لبيك التي كانت أول من أطلق الهاشتاغ فيديو للسيد حسن نصر الله في أحد ظهوراته الأخيرة في مجمع سيد الشهداء في الضاحية الجنوبية لبيروت السلام عليكم يا سيدكم ومولاي يتعرض المستشار الفرنسي ماكسانس بيتي البالغ 22 عاما لحملة بسبب اعتناقه الإسلام منذ شهر وقامت الجبهة الوطنية بتعليق مسؤوليات النائب الشاب موقعا في انتظار عقد اجتماعا للجنة الخلافات للجبهة في تشرين الثاني المقبل من أجل النظر في أمر إقصائه النهائي من الحزب وذلك بعد اتهامه بالتبشير لصالح الإسلام على خلفية فيديو يشرح من خلاله سبب دخوله في الإسلام وأكد باتي أنه أرسل الفيديو إلى عشرة من معارفه في إطار تبادل الرسائل الإلكترونية يشرح فيها أسباب اتخاذه هذا الخيار فيما أنشأ المؤيدون له هاشتاغ الإسلام دين السلام وتداول المغردون صورا تدافع عن صورة الإسلام الحقيقية والمغايرة لما يجري التسويق له عبر داعش الرئيس نجيب ميقاتي ينفي رعاية أي تسوية أمنية في طرابلس ويقول إن الجيش هو من يمسك بزمام الأمور رأى الرئيس نجيب ميقاتي أن الأوضاع الأمنية في طرابلس باتت مقبولة آملا لدى استقباله نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سامير مقبل أن تكون هذه الجولة الأخيرة من المعارك لتكون طرابلس واحة أمنية مثالية لكل لبنان أصبح الوضع مقبول ولكن لا يزال أمامنا نحن الموضوع الإنساني أريد أن أوضح شيء أننا لم نرعى أي تسوية من أي شكل كان نحن في اجتماعنا الأخير الذي حصل في مازل صاحب السماحة الشيخ مالك الشعار بين مختلف كيادات المدينة ورئيذ فرع المخابرات في اللبنانية في الشمال بحثنا في سبيل استدباب الأمن ومراعاة الأرواح المدنية وهذا ما قام به قيادة الجيش صار فيه كثير أحاديث تسويات بطرابلوس وتسويدات بغير مناطق اليوم ما صار فيه لا تسويات بطرابلوس ولا بغير طرابلوس الجيش هو يلي قام بجميع العمليات العسكرية ونحن فعلا لازم الجميع يشيدوا بالعمليات وبالشهداء وبالأبطال يلي قاموا بالعمليات العسكرية وبالجيش وبالقيادة العسكرية ما صار فيه تسويات محبا وأكد مقبل مواصلة الجيش والقيادة العسكرية جهودهما في ترسيخ الأمن والاستقرار في طرابلوس والشمال عموما لتنظيف المنطقة من المسلحين ومن جميع الإرهابيين أهالي العسكري المخطوف علي المصري يفتحون طريق رياق الدولية عقب اتصال من الوزير وائل أبو فعور وعدهم فيه بمتابعة قضيتهم أعاد أهالي العسكري المخطوف في عرسال علي زيد المصري فتح طريق رياق بعد بك الدولية في الاتجاهين أمام فصيلة داراكتلية بعدما قطعوها بعض الوقت وذلك عقب اتصال أجره وزير الصحة وائل أبو فعور بالمعتصمين وعدا إياهم بمتابعة المفاوضات في القضية منيعل طلبك بعلي الوزير نحن من هون لربع ساعة لح نفتح نتابع هذا الموضوع مش أنه تفتح طريقة نسينا بعض نص ساعة يعني نحن موقعين سيادة لواء عباس برينب هذا الموضوع نتمنى منه يتابع لأنه مش هنعمل مثل غيرنا نقعد شهر وشهرين بس بنفس الوقت ما فينا نلبي مطالب ما نرد عليه أن الجماعة يندبح ابننا وفي حديث إلى وكالة رويترز أشار أبو فعوري أن مفاوضة المسلحين مستمرة لوقف أعدام عسكريين لبنانيين وأن المحادثات إيجابية لكننا لم نحصل على ضمانات لوقف الأعدامات أنا بكم جديد في حين غادرت أليات عسكرية تابعة لقوات البشمارقة الكردية اليوم قاعدتها العسكرية في شمالية العراق متوجهة إلى تركيا تمهيدا للعبور إلى مدينة عين العرب في شمالي سوريا كرر رئيس مجلس الوزراء التركي أحمد داودوكلو القول إن بلاده تأمل أن تسيطر المعارضة السورية المعتدلة على مدينة عين العرب كوباني وقال قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني إن أربعين مركبة تحمل رشاشات وأسلحة ومدافع مع ثمانين من قوات البشمارقة ستتجه برا إلى دهوك المحافظة الحدودية مع تركيا في شمالية العراق وستعبر اليوم إلى داخل الأراضي التركية على أن ينتقل 72 آخرون عن طريق الجو فجر الأربع أقدم تنظيم داعش على دبح المقاتلة ريحانة أيقونة المقاومة الكردية بعدما أصبحت رمزا للنضال الكردي في عين العرب وانتشرت صور ريحانة التي تنتمي إلى وحدات حماية الشعب الكردي في الفترة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترفع علامة النصر وتعد الفتاة رمزا من رموز الصمود في عين العرب حيث تمكنت من قتل مائة من مسلح داعش ونجاحها في إثارة القلق لديهم وجرى تدول صورة تظهر جثة ريحانة مقطوعة الرأس ولكن لم يؤكد خبر مقتلها وما إذا كانت الصورة تعود إليها فعلا كل من جبهة النصر وداعش تحاول توسيع رقعة سيطرتها في سوريا نفذت جبهة النصر أمس أربع عمليات انتحارية في إدلب نفى النظام أن تكون قد حققت أهدافها فيما خرجت الجبهة ببيان يؤكد اقتحام عناصرها معاقل جيش النظام في إدلب من بضعة محاور وتمكنها من السيطرة على حواجز قرية المصطومة والمعصرة على المدخل الجنوبي للمدينة واقتحام مبنى المحافظة والمنطقة الصناعية ويبدو أنه على خطى داعش تسير جبهة النصر في سوريا من خلال العمل لتوسيع رقعة المناطق الخاضعة لسيطرتها وهي لهذه الغاية تركز في عملياتها العسكرية على المناطق الشمالية الحدودية مع تركيا لا سيما في إدلب وحلب إضافة إلى منطقة الساحل وبعض المناطق المحدودة جنوبا في درعة على الحدود الجنوبية مع الأردن أما تنظيم داعش الذي أحكم سيطرته على الموصل في العراق وذبح أخيرا أربعة أئمة مساجد فيها فيتسارع تمدده في سوريا وقد بات يسيطر على معظم قرى ريف حلب الشمالي ويواصل تقدمه نحو معقلين أساسيين للمجموعات المسلحة هم بلدة مارع ومدينة أعزاز ما يهدد بقطع خط إمداد أساسي عبر تركيا فضلا عن سيطرته على محافظة الرقة ومعظم محافظة دير الزور الغنية بالنفط التي تمتلك إمتادا جغرافيا مع المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في العراق وتزامن ذلك وبدء الجلسة الأخيرة في محاكمة خلية الشريعة في قضية تسفير الشباب إلى سوريا ويحاكم في هذه الجلسة ستة وأربعون شخصا معظمهم ينتمي إلى جماعة الشريعة في بلجكا التي سبق وحضرتها السلطات العام الماضي ويأتي ذلك في وقت أعلن فيه قائد شرطة قضاء الفلوج العميد فيصل الزوبعي مقتل الرجل الثاني في تنظيم داعش بعد أبو بكر البغداد في العراق جنوبي الأنبار المدعو صلاح الزوبعي وذلك في عملية عند أطراف عامرية الفلوجة نفذتها القوات الأمنية بالتنسيق مع أبناء العشائر وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر داعش قررت محكمة سعودية سجن ثلاثة محامين ومنعتهم من استعمال شبكات التواصل الاجتماعي بعدما دانتهم بازدراء القضاء من خلال تغريدات على موقع تويتر وهم عبد الرحمن الرميح وعبد الرحمن الصبايحي وبندر النقيثان وأفدت وكالة الأنباء السعودية الرسمية واث أن المحكمة الجزائية المختصة أصدرت أحكاما ابتدائية على ثلاثة محامين أدينوا بتهم الافتئات على ولي الأمر وازدراء القضاء والقطح فيه ووصفه بالتخلف من خلال تغريداتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي وتراوحة الأحكام بين خمس وثماني سنوات وشملت منعهم من السفر ومن الظهور في وسائل الإعلام والكتابة فيها وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت أي عذر كان كان في النشرة الجيش يستعيد طرابلوس يضرب في عكار يدهم في صيدة ويشيع شهداء خالد حبلوس حكاية أمير هارب غير عريق وليس عنده خبرة بالجانب السياسي السلام يدعو من برلين إلى إقامة منطقة آمنة في سوريا عون يجول في بيروت التمديد حتمي انتخابات خلاص ما في انتخابة ثلاثين مبنين ما نمدد للمجلس كان في خاص تجربة مخطوف سابق وراء الكاميرا ما حدا بيعرف شو فيه فما حدا يلوم له الجماعة انتلاق البشمرقة إلى عين العرب وداعش ينتقم بذبح أيقونة المقاومة الكردية ختم النشرة شكرا للمتابعة وتصبحون على خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر